قارعة الطريق أصبحت ملاذ العاملين بنظام الأجرة اليومية بعد أن صبت جائحة كورونا المزيد من الزيت على نار معاناتهم وأوقعتهم في شرك البطالة والحكومة مدت لهم يد العون لكنهم يرونها مجرد نقطة في بحر التزاماتهم الحياتية أقل لي الشيء لازم يعطونا 300 دينار اللي عنده زمانة نفار كيف يصرف عليهم بين كعربة ومية وفوط وحليب كيف ننعيش عمار مساق خمين ثلاث شهور قاعدين بالدور ما يطلعون أنا عندي حوالي حدود ثمان ولاد كويس وعندي دار بالأجار وشغلتنا يعني الله بعنم فيها ويوم بنشتغل فيه بنعطل شهر قباله يعني ما فيها المساري بنجيبها أكثر من 300 ألف عامل أردني وضعفهم من الوافدين بعدت أزمة كورونا بينهم وبين العمل والدعم الحكومي عبر برنامج تكافل وصل إلى ربع مليون عائلة أردنية بمقدار بلغ مائة مليون دولار خلال ثلاثة أشهر والعمل بالنسبة إلى الكثيرين أصبح في خبر كان كنا أربعة وفيه كمان كانوا اثنين يجوا بالمقاولة طبعا حاليا صفنا واحد مستقبل مجهول مش عارفين شو بلي بدو يصير بنشتغله خايفين شو بلي بدو يصير يعني خايفين يعني القرش اللي بنجيبه بنخاف نصرفه تعرفين شو بلي يصير معاك؟ توفير الدعم الشهري الكامل التانوء بحمله الحكومة التي تقول إن هذا العام هو الأسوأ لعمال الأجرة بالضربة القاضية أجهزت جائحة كورونا على رزق عمال الأجرة اليومية الذين يرون أنفسهم حاليا أنهم أصبحوا الحلقة الأضعف فالخط البياني لكارثية أوضاعهم يرتفع شهرا بعد شهر والخوف من الموت جوعا رسالة يرفعونها إلى من يهمه الأمر لانا شهين عمان على أدين ترجمة نانسي قنقر